ننتقل سريعا ونرجع لضيفنا في الستوديو الأستاذ إبراهيم حجازي ننتقل مع زميلنا كريم أحمد لمتابعة هذا اللقاء تفضل يا كريم مرحب بك يا زميلي محمد الجندي كل المشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان بالفعل يمكن رحلة نقدر نقول شقة شوية على فريق النادي الأهلي لكن متعودين لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني بصعوبات كثيرة بتوجه لعيبة النادي الأهلي لكن ما بيكون فيه تنسيق مميز سواء من سفارتنا هنا مع الموانس خالد مرتاجي رئيس البعثة كابتن سامير عدلي أكيد الأمور بيكون مختلفة بشكل كبير أنا أمكان في هذه اللحظات بيساعدني الانضامي اللي طبعا معاني السفير محمد جابر أبو الوفا سافرني هنا في تنزانيا معاني السفير طبعا بوجيه لك كل الشكر والتأدير على المجهود اللي بيوبزة اللي ممكن حيكت في انتظارنا في المطار فيه أمور كثيرة جدا كنت عايزة ترتيبات شوية بالتنسيق مع كابتن سايد وممانس خالد بنشكرك في البداية على الجهد المفزول على المهم بي أي فادم لا شكرا على واجب أحد المهام الأساسية اللي بعثتنا في الخارج هو تقديم واتخاذ الترتيبات لازمة للمنتخبات المصرية والفرق الرياضية اللي بتشارك فيه مساهمات خارجية طبعا النادي الأهلي نادي عريق له مكانته الكبيرة سواء في مصر أو في الوطن العربي أو في أفريقيا ولو شعبية كبيرة والنادي معروف ومتميز الحقيقة أن الترتيبات ابتدينا مع المهندس خالد مرتاجة ومع المهندس سمير عدلي أيضا يمكن بعد انتهاء مباراة سنبا بالإسكندرية والحقيقة بقنا فترة والحمد لله تم اتخاذ كل الترتيبات الخاصة باستقبال الوفد في المطار وتم تخصيص حارات خاصة ببعثة النادي الأهلي في المطار وكنا في استقبالها مع عضاء من اتحاد الكرة التنزاني مع عضاء من مجلس نارة نادي سنبا والحمد لله تم اتخاذ كل الإجراءات ورتبنا فيما يتعلق بالتدريب على الملعب الفارعي اللي تم النهاردة الساعة 4 تلاتة بتوقيت القاهرة نفس التوقيت اللي هتم فيه المباراة عشان يتعودوا على جو التنزانية والترتيبات وان شاء الله كمان فيه تدريب هيكون فيه الاستاذ الرئيسي اللي هتقام عليه المباراة بعد غد هيبقى بكرة ان شاء الله في نفس المعاد وان شاء الله تبقى المباراة مع سنبا وان شاء الله بعد غد بإذن الله وان شاء الله كل الترتيبات تتم بالشكل المناسب نادي الاهلي نادي كبير والحقيقة بس عايز اأكد على حاجة احنا بنتعاملش مع النادي الاهلي فقط على انه فريق رياضي ولكن احنا بسميها الصوفت باور هي القوى النعمة لمصر لانه هذه الجماهرية وهذه الشعبية والاداء المتميز لنادي الاهلي بنعتبروا احد عناصر الثقافة والتصدير للثقافة ورياضة لنا في تواجدنا وتعديد تواجدنا في أفريقيا بشكل عام فأهلا من وسائل بالنادي الاهلي وان شاء الله نتمنى له التوفيق ويفوز بالمباراة ان شاء الله وبالتلات نقاط المباراة مختلفة بشكل كبير نظرا طبعا لفوز النادي الاهلي في المباراة الأولى بنتيجة 5-0 لكن هنا الأمر مختلف أولا في عمل الطقس يعني متمنى ما بقشر ليه تأثير لدرجة حرارة عالية كمان حضور الجماهيرة يبقى مكسف بشكل كبير في المباراة بتشوف الأجواء هنا كمان الصحافة هنا أو ناس بتتناول وجود النادي الاهلي كمان في هذا الأمر محمد بي بلا شك يا فندم النتيجة القاسية الهزيمة القاسية اللي مونية بها الفريق سيمبا عمل تأثير جماهيري وضغط جماهيري كبير جدا عليه أنا حتى في اللقاءات الشارع دايما We have to revenge لازم ننتقم ولازم نعرف كبير كمان الأداء حيانا اللي سيمبا في المباراة الأخيرة سواء في الدوري أو في البطولة القرية في بطولة دوري الأفريقي كانت ما كانتش جيدة برضو لقي هزيمة ثقيلة من فريق الكنغو والحقيقة فيه ضغوط جماهيرية كبيرة جدا عليه كنت لسا بتكلم مع عضاء مجلس الإدارة بيقولوا متوقعين حجد جماهيري كبير على الرغم أن معاد التوقيت المباراة هيكون الساعة أربعة بتوقيت دور السلام تلاتة بتوقيت مصر ده معاد عمل وفي يوم عمل بس هم متوقعين اللي حيحضور جماهيري كثيف وبيرو دي عادة جماهير سيمبا أنها تؤذر فريقها فأعتقد هبقى فيه ضغط جماهيري كبير على نادي سيمبا أنه يعمل أداء متميز وأنه يحاول يحقق يعني يحرز في بداية المباراة يعني هدف أو أكتر لتخفيف العبء والضغط الجماهيري الموجود عليه ولكن طبعا خبرة وحنكة النادي الأهلي وخبرته الكبيرة في مثل هذه النوعية من المباراة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأفريقي طبعا بيقدر يستعب هذا الامتصاص وأعتقد أنه بالعكس ممكن يستغله ويستبقه بإحراز هدف أو تحقيق فوق يعني مباغات الفريق بهدف أو هدفين مفاجئين وبالتالي قد ينقلب الوضع بالنسبة له اللي الأفضل بلا شك أتفق معك تماما في أنه المناخ هنا مختلف بشكل كبير عن مصر هنا الجو يعني درجة الحرارة الطقس هنا طقس سوائي بمعنى أنه متقلب ممكن تحصل أمطار في أي وقت فأنا أعتقد ده كان الهدف أنه سنعمله أكثر من تمرين في نفس توقيت المباراة بحيث أنه يقدر يتعود على هذا النمط بس أعتقد يعني نادي بحجم النادي الأهلي واللاعب المحترفين الموجودة فيه هي قادرة على التعامل مع كل الأنواع سواء الضغط الجماهيري أو ما يتعلق به درجات الحرارة أو الطقس أو غيره هم قادرين على التعامل ده بشكل حرفي والحياة يعني عايز أشيد الحياة بانضباط لعابة النادي الأهلي الحياة في المطار لاستبال كان الحياة منضبطين جدا وتبعين لكل التعليمات وكان فيه سيابية كبيرة وحتى في القتال في مقر الإقامة والحياة يعني ينبغي أن أنا أشيد بهذا الأداء المشارف جدا للنادي الأهلي وده طبعا ما هو معروف عنه في كل مكان يعني معالي السفير وإن شاء الله بعد المباراة بقبلينا في فرحة ونسجل معك تري بإذن الله شكرا جزينا شكرا جزينا تحياتي تحياتي النادي الأهلي بنشكر أكيد طبعا معالي السفير محمد جبر أبل وفا طبعا سفيرنا هنا في تنزانيا وزي ما بنقول زميل محمد مجهود كبير هنا بيبذل من الصفارة بالتنسيق مع البشمانس خالد مرتاجي الكابتن سامير عدلي أمور عديدة جدا كانت محتاجة ترتبات درجة الحرارة هنا بأكد عليك صعبة شوية رطوبة عالية شوية النهاردة لعبة النادي الأهلي في أول مران عانوا بشكل كبير جدا من الشمس الحريقة أو القريصة جدا في الملعب وأيضا كمان الرطوبة بنتمنى يوم المباراة الجو يكون مهيئة لفريقة للنادي الأهلي حالة التركيز اللي أشاد بيها معالي السفير بالفعل دي لمسنها على أرض الواقع إن شاء الله بإذن الله تكون كل الأمور مهيئة لفريقة النادي الأهلي ونعود من هنا بثلاث نقاط همين يساعدون إن شاء الله في مشوار النادي الأهلي في بطول الدورة أبطال أفريقيا عود إليك زميني محمد أشكرك زميننا كريم أحمد من تنزانيا ومراسل قناة الأهلي والمرافق لبي